مرحباً بكم درسنا اليوم هو المستثنى بإلا إذن المقدمة المستثنى بإلا هو اسم يقع بعد أداة الاستثناء إلا فما معنى الاستثناء وكيف نعربه لاحظ هذه الجملة التالية من خلالها سنتعرف على الاستثناء حضر جميع التلاميذ إلا محمداً من لم يحضر إذن من التلاميذ؟ من استثنى من الحضور؟ يمكن أن نقول أن محمداً هو من لم يحضر؟ إذن فمحمد هو مستثنى أولاً سنتعرف عناصر الجملة الاستثنائية في الجملة التالية حضر التلاميذ جميعهم إلا محمداً فالمستثنى منه هو التلاميذ وإلا أداة الاستثناء ومحمداً مستثنى أولاً حضر التلاميذ جميعهم إلا محمداً هذا هو النوع الأول أو الجملة الأولى فالمستثنى منه في هذه الجملة مذكور هو التلاميذ وأداة الاستثناء إلا والمستثنى محمداً لاحظوا العناصر كلها حاضرة ومذكرة في هذه الجملة المستثنى منه مذكور والكلام تام بمعنى الكلام قبل إلا عنده معنى وتام الفعل والفاعل جملة مفيدة والكلام متبت بمعنى غير منفي إذن هنا وجوب النصب أما النوع الثاني من المستثنى سنلاحظه من خلال هذه الجملة لم تعجب فاكهة الطفلة إلا البرتقال أو البرتقال هنا يمكن أو يجوز أن نقول البرتقال أو البرتقال يجوز الوجهان المستثنى هنا مذكور هو فاكهة وعدد الاستثناء إلا والمستثنى مذكور كذلك البرتقال ولكن الكلام منفي بأدات النفل لم المكتوبة باللون الأحمر في هذه الحالة يجوز الوجهان إما نصر الكلمة على أنها مستثنى أو تعرب على أنها بدلا تابعا للمبدل منه هو المستثنى مين أما النوع الثالث فلاحظه من خلال هذه الجملة الثالثة لا أحب إلا السمكة الملاحظ أن في هذه الجملة المستثنى منه غير مذكور يعني الكلام قبل إلا غير مفيد الجملة غير تامة ومنفية منفية بأدات النفل لا إذن أدات الاستثنى مذكورة والمستثنى مذكور ولكن المستثنى منه غير مذكور إذن هنا يمكن إعراب الكلمة بعد إلا حسب محلها من الإعراب كما لو كانت إلا غير موجودة إذن الآن نستخلص ما يلي المستثنى بإلا اسم يقع بعد أدات الاستثنى إلا عناصر الاستثنى ثلاثة هي المستثنى منه والمستثنى وأدات الاستثنى فإذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكلام تاما متبتا وجب نصب المستثنى بإلا أما إذا كان المستثنى منهم أذكورا وكان الكلام تاما ولكن منفيا جاز نصب المستثنى بإلا وجاز جعله تابعا للمستثنى منه على البذلية أما إذا كان المستثنى منه غير مذكور وكان الكلام منفيا فإن المستثنى بإلا يعرب حسب ما يقتضيه وضعه في الجملة كما لو كانت إلا غير موجودة أما التقويم فيمكن أن نجيب على السؤال التالي املأ الجدول التالي حسب المطلوب الجملة يعني الجمل معتاة هنا فيجب أن نحدد المستثناء منه ثم أعداد الاستثناء ثم المستثناء ثم نبين إعراب المستثناء الجمل كالتالي لا يفلح إلا المجد رأيت الرجال إلا واحدا لم أحفظ إلا درسا واحدا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله شكرا على مستثناء